من رام الله ينضم إلينا القياد في حركة فتحة مونيير الجغوب أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي ستوديو الحدث إذن خرج بيان من الخارجية الفلسطينية يقول بأنه لا جديد في هذه الزيارة ما الذي تعترض عليها السلطة الفلسطينية الجانب الفلسطيني فيما طرحه وقدمه بلينكين في زيارته السادسة للأسف الشديد سيد بلينكين يذهب ويأتي بنفس الأفكار وبنفس الطروحات بالتالي من هنا يأتي الاعتراض الفلسطيني الولايات المتحدة رخت الحبل كثيرا لجرائم الاحتلال في قطاع غزة خلال ست شهور الآن بعد أن اتخذت الفيتو ثلاث مرات ضد قرار بوقف الحرب تقدم مشروع قرار جديد بهدنة إنسانية وإطلاق صراح المحتجزين وهذا القرار يتجاهل الكثير من ما يحدث مع الفلسطينيين في قطاع غزة على كل حال يوم أمس كان هناك اجتماع لبلينكين وحضر أيضا واجتمع مع السوداسية العربية التي اجتمعت في القاهرة يوم أمس وكان هناك عدة مواضيع طرحت للنقاش في هذا اللقاء أولها هو منظمة التحرير ووضحها على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة مع أنها وقعت اتفاق سلام بالمقابل أن مجرمين الحرب الإسرائيليين أحرار وطلقاء ولا أحد لا يلاحقهم ولا هم على قوائم الإرهاب مع أنهم يمارسوا الإرهاب يوميا في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية موضوع آخر كان له علاقة بوقف الحرب والإغاثة الإنسانية لقطاع غزة موضوع رفع الحصار عن السلطة الفلسطينية الحصار المالي السلطة الفلسطينية محاصرة ماليا من العالم ومحاصرة أيضا من قبل الاحتلال ويقرصن أموالها أيضا موضوع آخر له علاقة بالحل السياسي وبجدول زمني للحل السياسي للقضية الفلسطينية وأن لا نبقى نراوح مكاننا لا يكفي أن يأتي للمرة السادسة بلينكين إلى المنطقة والسابعة إلى إسرائيل وهو يحمل نفس الأفكار نحن نريد أن نشاهد شيء على الأرض مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة هذه خطوة قد تقنعنا بأن الولايات المتحدة فعلا جادة بما تطرحه على الأرض وليس فقط عملية تغطية على جرائم الاحتلال نعم ولكن سيد أبنين نحن شاهدنا أن الولايات المتحدة حوالت نعم جلسة مجلس الأمن أنت قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر حليف لإسرائيل استخدمت حق النقد الفيتو في كل مرة يتم فيها طرح مشروع قرار لوقف إطلاق النار الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن سيتم مناقشة اليوم يتعلق بتبادل الأسرة ويتعلق بإدخال مساعدات ويتعلق بوقف للنار ألا تعتقدون بأن هذا تغير في التوجه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكيف يمكن استثماره من جانبكم يعني هو التقدم موجود ولكن أيضا هل يمكن الضغط على إسرائيل للأسف الشديد نحن لنا تجارب كثيرة في قرارات مجلس الأمن مثل قرار 2334 الذي له علاقة بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية هل أوقفت إسرائيل الاستيطان؟ الآن الولايات المتحدة تشد الحبل قليلا على إسرائيل هذا القرار قد يمر ولكن هل يمكن تنفيذه؟ هل سوف توقف الإسرائيل فعلا الحرب مباشرة؟ أم كما تحدثت في وسائل الإعلام أكثر من مسؤول إسرائيل قال بأننا لن نخضع إلى أي قرارات ولن نخضع إلى أي ضغوطات ونحن ذاهبون إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة بالدخول إلى رفح والسيطرة على محور فلدلفيا بالتالي من هنا دائما تأتي التخوف العربي والفلسطيني من أن هذه القرارات لا تنفذ هي تتخذ وتكون بالاتجاه الصحيح ولكن لا يتم تنفيذها ماذا عنكم أنتم؟ هل بلورتم رؤية موحدة فيما يتعلق بما يحدث الآن وفي اليوم التالي للحرب أيضا فيما يتعلق بقطاع غزة ومن يحكم قطاع غزة ويديره في مرحلة ما بعد الحرب ومن ثم الرؤية لعمليات السلام هل لديكم رؤية موحدة تطرحونها على الجانب الأمريكي؟ أول شيء نحن بلورنا الرؤية الموحدة مع الأشقاء العرب والأشقاء العرب هم الوسطى الآن الآن باقي الفصائل تحديدا حركة حماس في قطاع غزة ليست في وقت لتشترط فيه على أحد الشعب الفلسطيني يوباد هناك كارثة إنسانية كبيرة بالتالي الحوار القائم الآن لا يكون عقبة باتجاه أي شيء مثلا أمس كان هناك ترحيب واسع من السوداسية وحتى من الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة على حركة حماس أن تبدأ بالخطوة الأولى وهي السماح لهذه الحكومة بأن تتحرك أنت شاهدت في الأيام السابقة كيف انقضى جيش الاحتلال على عناصر الشرطة الذين كانوا يعملون في شرطة حماس في قطاع غزة وقتل عدد كبير منهم في رسالة إلى حركة حماس بأنه لن يسمح لها بالعمل الآن نحن لدينا حكومة فلسطينية عليها إجماع هذا الإجماع كان واضح يوم أنس في اجتماع السوداسية العربية مع بلينكين إذن لنعطي فرصة لهذه الحكومة لتتحرك على الموضوع السياسي أنا أقول لك في وسائل الإعلام التي نشاهدها جميعا نحن نستمع إلى ما يتحدث به قادة حركة حماس عن موضوع حل الدولتين والحماية الدولية إذن هم جاءوا إلى هذا المربع الذي تأخر عليه كثيرا لكن في طريق ذلك أستاذ مونير أنتم تطالبون الولايات المتحدة الأمريكية بالتنازل والتخلي عن دعمها اللامحدود لإسرائيل في نفس الوقت لا تستطيع القيادات في فلسطين التنازل عن الانقسامات والخلافات يعني الانقسامات والخلافات عمره 17 عام وأنت ما تتحدث فيه صحيح 100% هناك حوار تقود منظمة التحرير مع مختلف الجهات لتتخلى عن ما تحمل من أفكار ولنلتقي جميعا على برنامج سياسي واحد لسيما أن الآن الولايات المتحدة والعالم وحتى أشقائنا العرب أصبحوا مقتنعين بهذه الحلول الموجودة على الأرض جزء من قادة حماس موجود في بعض الأراضي العربية ممكن أيضا أن يتم الحديث معهم وأن يأتوا إلى نقطة متعادلة أو نلتقي في مكان واحد نحن نطالب الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة هي جزء من الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني فهناك فرق ما بين موقفنا من الولايات المتحدة وهناك فرق آخر ما بين الموقف الفلسطيني الداخلي أو الانقسام الفلسطيني الداخلي بالتالي الموضوعين غير مترابطات وغير متشابكات الطلب من الولايات المتحدة شيء والوضع الفلسطيني الداخلي شيء آخر مختلف اختلاف كلي بلينكين اليوم في تل أبيب ما الذي تأملون أن يحققه في هذه الزيارة أي نوع من الضغط تعتقدون بأنه يمكن أن يتحقق في هذه الزيارة على إسرائيل في أي اتجاه؟ ادخل مساعدات مثلا أم عدم توجه إلى رفح أو تخفيف الضرب المتواصل والاعتقالات في الضفة الغربية هناك مجموعة مطالب لها علاقة والشيء في المدينة لا في مطالب كثير لكن أستاذ مولير ما الذي تعتقدون بأنه بلينكين قد ينجح في تحقيقها الملح الآن الملح هو أول شيء منع الدخول إلى رفح ووقف المجازر في قطاع غزة إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هذا الموضوع الملح والذي هو على الطاولة والمتفق عليه من كل الأشقاء العرب والإقليم وحتى العالم بالتالي إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تحقق ذلك فهذا إنجاز كبير أما البقاء الحديث عن خطوط عامة والحديث مع إسرائيل فقط بأنها يجب أن تفعل كذا وهي لا تفعل فذلك مصيبة كبيرة الآن إسرائيل في إحراج كبير آسف الولايات المتحدة في إحراج كبير أمام العالم بسبب ما تقوم به إسرائيل من جرائم هي تحاول أن تقول أنها ضد الدخول إلى رفح ولكن الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى كل قطاع غزة باقي 50 كم أو 40 كم في رفح تحاول الولايات المتحدة أن تلعب في هذه الورقة وتظهر بأنها تضغط على الاحتلال ولكن نحن لا نشاهد أي شيء ملموس الاحتلال عنده ضوء أخضر من الولايات المتحدة بموارسة الجرائم الآن الولايات المتحدة مطلوب أن توقف هذا الضوء وتضيء الضوء الأحمر أمام جرائم الاحتلال وتوقفها في مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال بوقف تمويله في السلاح كما فعلت كندا أما التوقيع على ورقة بعدم استخدام السلاح ضد الفلسطينيين أعتقد أن هذا غير مجدي بالتالي الملح الآن والضروري الآن هو وقف هذا العدوان وإغاثة الناس لا سيما وأن الآن الناس في وضع إنساني كارثي كبير جدا الكل يطالب بوقف هذا العدوان الإسرائيلي والوحيد القادر على ذلك فقط الولايات المتحدة الداعم والشريك الأساسي للاحتلال الإسرائيلي شكرا جزيلا دائما على وجودك معنا القيادة في حركة فاتحة منير الجغوب كنت معنا من رمالله ترجمة نانسي قنقر